لكن تبقى ضربة البداية المهمة مع مقالي ومقاله ساكتين ليه؟ بس ما تقوموش تروحو وعودوا عشان تجاوبونا والدور المصر ده مش من ضمن البطولات المهمة الخاضعة للكشف عن المنشطات مش ده المفروض حفاظ على عدالة المسابقة ونظافة البطولة وسلامة اللاعبين لحس ولا خبر آخر مرة سمعنا خبر عن مكافحة المنشطات في البطولة بتاعتنا كان في يناير الماضي في 14 يناير وعبر أكثر من موقع صرح السيد رئيس اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات الأستاذ حازم خميس وقال منصه بحسب ما نقل في كثير من المواقع وقتها ومن ضمنها موقع مصراوي نشر هذا الخبر في 14 يناير الماضي قال الدكتور حازم خميس أن لعبين اثنين فقط في لعبة كرة القدم تم اكتشاف إيجابية العينات الخاصة بهم خلال الفترة الماضية بين أنديت الدور المصري وأشار خميس في تصريحات خاصة لمصراوي وقتها إلى أن الثناء المكتشف من بينهما كريم بامبو لعب البنك الأهلي إلى جانب لعب آخر لن يتم الكشف عن اسمه لحين انتهاء التحقيقات يعني فيه واحد زي بامبو مش هتنكشف اسمه إلا لما نخلص تحياته وقال خميس لعبان فقط في الدور المصري من تم اكتشاف تعاطيهم للمنشطات أحدهم هو كريم بامبو وانتهى إيقافه بحلول شهر يناير الجاري وهناك لعب آخر لن نكشف عنه الآن ليه؟ ما فيش تفسير وأكمل خلال العمين الماضيين اكتشفنا تسعة حالات ثبت إيجابية تعاطيم للمنشطات منهم هذا السناء فقط بين كل لعب كرة القدم مين؟ ما فيش هو بس يعني أقولك بس نهاية التصريح واختتم الدكتور خميس اللعب الآخر لن نفسح عنه الآن سوى بعد انتهاء كل الإجراءات والتحقيقات الخاصة به وهي إجراءات صعبة وطويلة لكن لابد منها لأن في النهاية القرار ربما يكون الإيقاف حتى أربع سنوات وهي مدة قاسية على أي لعب انتهى تصريح رئيس لجنة مكافحة المنشطات المصرية من يناير اللي فات يعني ست شهور ولا حس ولا خبر لا التحقيقات خلصت ولا تقل مين ولا الأقوبة أعلنت ولا الإيقاف تم ولا حد يعرف أي حاجة هو انتهى التصريح ليبقى التساؤل لماذا يعني الإعلان عن اللاعب والتسطر على آخر اه اتنين هو مين بعد كل ده ثلاثة هو احنا مستمرين في الكشف عن منشطات ولا توقفنا لأن بيطلع مدربين كتير بيعتبروا أن تعاطي الترامدول ده مش منشطات ويعترفوا بسهولة جدا ولعيبة بتطلع تقول تعترف بعد ما بطلت وحتى لعيبة سمعت لعيبة بتطلع تقول سنة ترامدول أليس ترامدول محظورا وليس يعني هو مناشط لكن ما نزلش الجاد وللأسف احنا ليه بنقول الكلام ده عشان ما تفضلش باستمرار الدوري المصري بتاعنا عليه علامات استفهام حتى لو طال هذا الأمر لعبا من نادي الأهلي هو الغرض من الكشف عن منشطات يا سيد سيبرين مش الحفاظ على صحة وسلامة اللاعب اتنين عدالة المنافسات صورة الكرة مصرية خارجية لانه هيطلع يشارك با انا بكلم في المطلق عدالة التنافس وصحة اللاعبين طيب لما تعلن عن ناس ولا تعلن عن آخرين ولا تستمر هذا ظلم باين هذا ظلم باين وسبق أن تعرض عمر سماكة لأمر بس كان معكوس يعني ما كانش مناشط واخد بالك كان مخدر فهذا أمر يعني محظور خلاص العالم كله بيعمل هذا الكلام ما بنستمرش ليه في السكة ومرة واحدة بغموض نتوقف هو ده بس اللي خلانا نتساءل لأن الدوري المصري فيه زواهر عجيبة جدا معدلات الجاري متباينة جدا للفرق المختلف وللفريق الواحد من مباراة إلى أخرى ومش ضروري مش ضروري بسبب المنشطات ممكن يكون بسبب دوافع أخرى لكن ما تطمنون ما تطمنون موسيقى موسيقى